وبولاية سيدي بالعباس وقع مساء أمس الأربعاء حدث مرور خطر بطريق الوطني رقم 13 ببلدية العمران دائرة سيدي الأحسن أين استدمت سيارتان ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين كما توفي أحد أعوان الحماية المدنية الذي هبى لتقديم الإسعافات الأولية وكان خارج أوقات العمل بعد تعرضه لدهس سيارة أخرى في مكان الحادث ما أدى إلى وفاته بعين المكان المرحوم عريف بالحماية المدنية يبلغ من العمر ثلاثة أو تسعا وثلاثين سنة عبد الكريم عشور رصد الثالي 58 دقيقة من مساء هذا اليوم نداء استيغاثة في الرقم الأخضر 10 و20 مفاده استدام سيارتين في إقليم بلدية بالولادي الطريق الوطني رقم 13 عند وصولنا لعين المكان سجلنا سبع دحايا من بينهم أربع دحايا لهم إصابة متعددة زائد للأسف الشديد ثلاثة وفايات من بينهم عون حماية مدنية في رتبة عريف كان يقوم بمساعدة الضحايا وإجلاء المصابين خارج دوام عمله سخرت مصالحنا شاحنة إدفاء زائد ثلاث سيارات إسعاف زائد طبيب رائد و22 عون بمختلف الرتبة